دايما بنفرح ودايما بنتبسط، ولكن لو سألوك عن الأهلي، قلهم الأهلي بالنسبة لنا هو الحياة، الأهلي هو التاريخ، الأهلي هو مصدر السعادة والفرحة والابتسامة الأهلي هو الروح والأمل والحلم، الأهلي هو الانتصارات والبطولات، الأهلي هتلاقيه في كل شبر في مصر الأهلي هو العمل والإخلاص والحب الأهلي هو الأساطير والرموز والنجوم الأهلي الجمهور العظيم اليما رسم لوحات الفن في مدرجات النادي الأهلي مش مجرد نادي بنشجعه ولكن مكان وكان لسه مع أجواء الفرحة والسعادة لسه مصر كلها بتفرح بفوز النادي الأهلي بدوري أبطال إفريقيا للمرة الاثناشر إنجاز تاريخي إنجاز عظيم دايما النادي الأهلي هو صاحب الإنجازات وصاحب الأرقام القياسية بفضل الأجيال المتعقبة على القلعة الحمراء الحمد لله والشكر لله دائما كل جيل بيسلم للجيل اللي بعده وبصراحة الجيل الحالي من اللاعبين قدر إنه هو يصنع تاريخ عظيم للنادي الأهلي بتحقيق أربع بطولات دوري أبطال إفريقيا أو أربع مرات وصول المباراة النهائية في خمس مرات متتالية ده جيل الأرقام القياسية اللي كل يوم بنتكلم عنها لأنها فعلا بتستحق الكلام جيل يستحق الإشادة زيه زي جميع الأجيال المتعقبة على تاريخ النادي الأهلي بصراحة هي دي ميزة النادي الأهلي إنه فيه نظام فيه مبادئ في كل جيل المبادئ واحدة السيستم واحد كلنا عارفين أن هناك شيء واحد فقط أو واحد من الأشياء المهمة جدا روح الفانيلا الحمر ما فيش أعذار في عمل واجتهاد لحد من حقق أي بطولة الأهلي بمن حضر يعني الأهلي بيلعب على الفوز والانتصارات بأي حد عشان كده دايما الأهلي في حتة تانية وعشان كده دايما الأهلي هو ملك الانتصارات والبطولات عشان كده كل أجيال النادي الأهلي المتعقبة بتقدر تواصل كتابة التاريخ